السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب اللي ان شاء الله هو اخيرا كتاب نشارك معكم الوصفة اللي مش حال هادي وانا بغى نشاركها معاكم وهي دجاج مقرمش على طريقة المطاعم طريقة بسيطة مع سر تتبيل لديالو وكيفاش يجيكم مقرمش وطيب من الداخل كتمنى انا الوصفات لانا اعجابكم كتمنى اناكم تبعوا معي الفيديو للاخير باش تشوفوا النصائح وبلما نطول لديكم بزاف ندوز معكم مباشرة المقادر وطريقة تحضير فرجة ممتعة فبنسبة المكونات اكيد غادي نحتاجوا القطع من الدجاج انا هنا سامنت غير في خيضات ديال الدجاج من الاحسن انكم تساونوا هكذا في خيضات الحجم ديالهم صغير غسلتهم من زيان من قبل وحيت ليهم حتى هذيك الجلدة ديالهم وغسلتهم بالملحة وخليتهم كيتصفوا من الاحسن انكم تحيدوا ليهم الجلدة لانهم من بعد ما غادي نديروا ليهم تتبيلة وهذيك طبقة اللي كتكون مقرمشة يعني مع الماكلة ما ما كيكونش سهل انا نحيدوا هذيك الجلدة وتقدروا تسعملوا اي قطع من الدجاج مغيتوه تقدروا تسعملوا يعني جناوح تقدروا تسعملوا قطع من صدر الدجاج تقدروا هم قطع شوية صغار و تسعملهم فانا هنا خديت الفخاض وكنحاول هكذا ندخل فيهم السكين باش كدخلنا هذيك تتبيلة يعني حتى الداخل فكم قمسة مرة بها الطريقة حتى غادي نكمل هذي الكيميا كاملة اللي عندي ومبعد ما غادي نكمل فغادي ناخد واحد لإناء والآن غادي ندير معاكم التتبيلة اللي غادي ندي لهذا الدجاج غادي نوضع هذي الفخاض اللي عندي الكمياء كتبقها لحسب عدد الأفراد والكمياء اللي بغيتو غادي نضيف لهم هنا جوج علب من ياغورط طبيعي أو بدون سكر إلا استعملتوا غير كيميا قليلة من الدجاج قدروا استعملوا غير علبة واحدة يعني الكمياء تاع الياغورط للسامل على حسب قطع الدجاج اللي استعملتوا ثم من بعد موضعتك دالياغورط طبيعي غادي نضيف الآن توابل اللي غادي نحتاج غادي نضيف القليل من الملح اللي كيبقى لحسب الضوء القليل من الإبزار أو فلفل أسود ملعقة صغيرة من فلفل أحمر أو تحميرة نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل أو سكنجبير نضيف ملعقة صغيرة أيضا من الخرقوم أو للكركم غادي نضيف القليل من الكامون كيبقى اختياري وغادي نضيف فلفل حار أو للسودانية لكيبقى اختيارية لما كيبغيش الحار لو ما يضيفهاش غادي نضيف القليل من توم بودرة والقليل من البصل بودرة أيضا نضيف ملعقة صغيرة من ثوابل الدجاج وإنما كانوا متوفرين عندكم فممكن لكم تستعملوهاش وتكتفي وغير بالثوابل التي تضفنا في الأول نضيف ملعقة صغيرة تقريبا من اللاموطاغض أو الخردل حتى هو إذا لم يكن لديكم مشكلة ونضيف ملعقة كبيرة من الخل التي يمكن لكم تعودوها أيضا بعد سير الحامض كي يجعلها دجاجة يعني كي يجفتي وارطب يمكن لكم تضيفوا أيضا قليل من الزعتر يعني كيتواتى مع هدجاج إلا كان توفر عندكم الزعتر يا بس قدروا تضيفوا تقدروا تضيفوا أي أعشاب منسي ما كتفضلوها فكنحركوا مزيان هاد دجاج مع هاد تتبيلة وبالنسبة لهاد المرحلة ديال تتبيلة فأنا كنديرها بليلة قبل يعني إذا كنتو باغن توجدوهون الغضاء كتوجدوها هاد دجاج أول هاد تتبيلة بليلة قبل باش كيتشرب لكم هاد تتبيلة أكتر وكتخليوا ليه الوقت الكافي هكذا في تلاجة والغد ليه كالطيبو ولا بغيتوا تحضروه في الليل فايمكن لكم هاد تتبيلة تديروها بصباح وتخليوها على الأقل يعني ساعتين ربعة تسويح في تلاجة ومن بعد في الليل كالطيبو فهنا في الغد غدي ناخذ واحد الإناء باش غدي نكمل معكم طريقة خديت هكذا كأصغير مملوء من الدقيق والدقيق كيبقى لحسب كمية الدجاج اللي ساملتو غدي نضيف لها تقريبا ملعقة كبيرة ونصف من الناشا أو الميزينة هاد الناشا كيخلينا دجاج يعني كيجي مقرمش أكتر كنحركوهم زيان مع هاد دقيق وغدي نضيف نفس توابل تقريبا اللي ساملت مع الدجاج ملح بزار فلفل أحمر أو تحميرة ضفت هنا فلفل حار أو للسودانية غدي نضيف القليل من توم بودرة والقليل أيضا من البصل بودرة غدي نضيف أيضا قليل هكذا من زعت ريابس يعني كيعطي واحد البنة زوينة غدي نخلط هاد دقيق مزيان مع هاد توابل ونالتوابل اللي كتفضلوا إن كليكم تضيفوه من هاد دقيق وهنا فغدي نحتاج أيضا الكمية من كورنفليكس أو لرقائق الدورة اللي كيكونوا بدون سكر بدون عسل بدون شوكولة يعني هادو ما كيكوش فيهم السكر ومالي كنتستعملوه بحل هاد الوصفات ونما غديش نستعمل هاد الكيمية كاملة فيمكن لكم هنا يعني تأخذوا هاد مدلك وكتضربو هاد رقائق الدورة باش كتهرسوهم شوية يعني يمكن لكم تأخذوا الكيمية كاملة كيف ما يمكن لكم تأخذوا واحد البلاستيك يعني يكون نقي وكتوضعوا بالكمية بالكمية على حساب الكمية اللي غدي تحتاجوا يعني باش الكيمية اللي كاتبقى عليكم يمكن لكم تسعملوها في وصفات أخرى أو لا يعني كاتقدروها كده كتاكلوها مع الحليب فالمهم هنا يا بقيتها كده بالمدلك كنهرس في هاد رقائق الدورة كتخليوهم يعني قطع متوسطة ما كتطحنوهمش أو كتدربوهم بزف وفي نفس الوقت خاصوا ما يكونوا ما يبقاوش يعني كبار فبنسبة الدجاج من بعد ما خليتوا ليلة كاملة فتلاجة وتشرب مزيان هذيك تسبيل اللي درنا عليه كيكون هذا وشك دياله والآن فغدي نكمل معاكم طريقة تحضير دياله غدي نحتاج أيضا جوج بيضات والبيض كيبقى على حسب كيمية الدجاج اللي سعملتوا تقدروا السعملو بالبيضة بالبيضة حتى تكملوا هذيك البيضة وحتاجتوا أكثر تقدروا الضيفو باش ما كتضيعوش البيض ضفتليها القليل من الملح والإبزار وطربتهم مزيان مع بعض وبالنسبة لطريقة الدجاج فكن أخذوا الدجاج كنوضعوه أولا في الدقيق هنا أحسن حاجة أنكم تفادا وتقيسوا الدجاج بإيديكم باش إيديكم ما كيوليوش فيهم تكتولات من هذيك الدقيق وكتوليو هكذا كتهزوا الدجاج هكذا بطريقة سهلة تسعملو هكذا الملاعق ولا شي حاجة هزيت هذيك الدجاج من بعد ما غطيته مزيان بهذيك الدقيق كنوضعوه في البيض ومن بعد غدي نهزوه ونوضعوه هكذا فرقة أكثر أو لهذيك الكورنفليكس هناك نأكد على الكورنفليكس يعني ما خصوش يكون فيه العسل أو للشوكولة هذا يعني كيكون بدون سكر فكم قمسة مرة بنفس طريقة كنأخذوا الدجاج كنوضعوه في الدقيق من بعد غدي نوضعوه في البيض ومن بعد ما نوضعوه في البيض غدي نوضعوه في رقائق الدورة ونغطيهم زيان بهذيك رقائق الدورة ونوضعوه في واحد في واحد الإناء وهنا أحسن حاجة أنكم تكونوا بديتو كتوجدو هكذا المقلات ديروا فيها الزيت وتخليوها كتسخن باش مباشرة كتوضعوها الدجاج يعني كيتقلى هنا اللي ما بغاش يستعمل رقائق الدورة ولما عندوش كيفاش يخرج يشريهم وحنا في هالظروف فماشي مشكل أنا هنا غير كانوا متوفرين عندي إلا ما كنتوش بغيتوا استعملوا رقائق الدورة يمكن لكم تكتافيوا غير غير بالدقيق بوحدو يعني سوضعوه الدجاج في الدقيق ومباشرة تقليوه في المقلات لكن صراحة أنا كنفضلهم برقائق الدورة يعني كنتي واحد القرمشة يعني واحد القرمشة زوينة إلا إلا توفر عندكم فكننصحكم أنكم تجربوهم فهنا مباشرة كنكون وضعت الزيت هكذا كيسخن أنا وضعت هكذا كاسر لأنه لكي يكون هكذا غارق إلا عندكم مقلات تكون غارقة فيمكن لكم تستعملوها كتوضعو يعني الزيت يكون هكذا كيميا شوية كتير يعني يكون يغطي لكم شوية الدجاج باش كي طيب مزيانو على خاطره فالزيت تكون سخونة مزيان من قبل مني كتوضعو الدجاج فكتنقصو عليها باش كتخليوها الدجاج كي طيب على خاطره كي طيب ليكو بحتى من الداخل يعني ماشي كي طيب غير من براء ومن الداخل كي بقى خضر يعني كتحاولو تنقصو عليها النار ومن الأحسن أنا هالدجاج يعني ما كتبقاوش كتقلبوه كل مرة فكتخليو حتى كيشتد راسو كياخد هكذا اللون ذهبي من تحت ومن بعد تقدروس تقلبوه على الجهة الاخرى باش كيكمل طيب دياله بالنسبة للمدة شحال كياخدينها الدجاج هو على نار فتقريبا 15 دقيقة لكن ما نقدروش نعرفه المدة بالضبط على حسب دجاج لسه ملتو يعني الحجم دياله لحسب القطع لسه ملتو فهنا من بعد ما كيتحمر هكذا من تحت كنقلبوه على الجهة الاخرى ويمكن لكم ترجعوا تقلبوه على هكذا الجهاز كاملين باش كيتحمر وكيطيب لكم زيان من الداخل ايضا وضروري يعني ما كتجهدوش عليه النار باش مش كيطيب لكم من بره ومن الداخل كيبقى لكم خضر فهذا وشك دياله من بعد ما طاب هنا كنزولوه وكنوضعوها هكذا في الورق نشاف وبنفس طريقة عادي نكمل الكيمياء ديالتجاج اللي عندي كاملة بالنسبة لبنات اللي غادي قولوا لي يلقى ماشي صحي اه بالصح ولكن مرة مرة كنشهاو هكذا شي حاجة مقلية يعني وخار نطيبوها في الفران ماشي بحالي لمقلية فمرة مرة ناكلوها هكذا شي حاجة مقلية اوف الدار كيكون احسن اننا ناكلوها جاهزة في المطاعم ومرة في 15 اليوم مرة في شهر يعني ما فيها باس فمن بعد ما قليس هكذا الكيمياء الاولى من الدجاج كيكون هذا وشك ديالها كتجي مقرمشة من بره ومن داخل دجاجره كي يجي رتب وكي يجي طيب مزيان فكنتمنى ان الطريق نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة لانها صراحة كتجي ليدة بزاف دجاجره يجي مقرمش وطيب من الداخل ومرة مرة هكذا نوعو بالوصفات مائلتنا فكنتمنى ان الفيديو ينر اعجابكم وهنا ما بغيتش نطول لكم فيديو بزاف فاقسمتوا لكم على الجوش تتيمت الفيديو وغادي نخليها لكم من وراء هذا الفيديو وغادي نحطوه ان شاء الله اللي غادي نشارك معاكم فيه سلطة الشهيرة والمعروفة وغادي نشارك معاكم ايضا السلطة اللي حضرتهم في البيت حضرت هكذا مايونيز بدون بيض وغادي نحضر معاكم ايضا السلطة الجزائر يلي كتكون هكذا مرافقة لأطباق الدجاج المشاعري تاكوس او لأي صندرشات بغيتوا تحضرهم هات السلطة كي يجي ملدات بزاف طريقة سهلة وبدون بيض كانتمنى انهم ينروا اعجابكم ايضا فكانتمنى ان الفيديو ينر اعجابكم ونعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتروا اليها جميعا تباقجوا الفيديو ما استقعكم ولكن تسوقوا تزوروا قناة الاول مرة فما سبخلوشوا علي بالاشتراك وتفعلوا زل جرس باش يوصلكم جديد الوصفات وما بقى ليا غير نقول لكم نتلقى في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير